ولازم هنا افكرك بجملة انا قلتها لك قبل كده هو حضراتكم تتصوروا ايه في الحرب الروسية الاوكرانية لو لم نكن بدأنا ما بدأنا المساحات او الرقعة الزراعية اللي احنا بنحاول نزودها قدر الاستطاعة فيبقى في عندنا حاجة زي الدلتة الجديدة على سبيل المثال ولا الحصر وان انا ازود رقائتي الزراعية من الامحة مش بس كده ان انا ازود الانتاجية بتاعت الامحة على نفس ذات المساحة فابدأ اتحرك من انتاجيات متدنية ل 18 اردب 20 اردب فبعض الاماكن وصلت ال 25 اردب اهو دي كلها زراعات اه دي امحة اه دي ده زتون ده ولا ايه انا مش شايف اه يعني لكن في النهاية اللي انا عايز اوصله لك انه انت اشتغلت على زيادة الرقعة الزراعية اشتغلت على كفاءة استخدامات المية بتاعتك اشتغلت على زيادة الانتاجية على نفس ذات المساحة كمان يعني انت بتزود المساحة وفي نفس وقت قاد عمال بتزود الانتاجية الى اخره مصر خاضت معركة عظيمة وهنا برجع بيك مرة تانية على المعركة السياسية المتعلقة باصراع العربي الصهيوني في المنطقة مصر لم تتراجع الاطلاق مصر نجحت في انها توصل المساعدات عن طريق كرم ابو سلم زي ما كنت بقولك مصر نجحت في انها تحصل على تأييد دولي بشأن ايصال المساعدات الانسانية اهلنا في فلسطين مصر نجحت في انها تقول للعالم لا تعامل على هذا المعبر في رفح لانه هذا المعبر هو معبر مصري فلسطيني مش مصري اسرائيلي واخبالك مصر الحمد لله والشكر لله بقالنا عشر سنين فعلا وطبقا لللي وعد بها الرئيس انا هخلي مصر حاجة تانية الرئيس خلى مصر حاجة تانية على مستوى القرار الدولي فبقيت الكلمة المصرية كلمة معتبرة الى ابعد الحدود دوليا مش بس اقليميا وما الناس دي كنت بتكلم من رئيس وبتجيلوا الحد هنا ليه رئيس خلى مصر حاجة تانية لما زود مساحة الرقعة الزراعية بهذا الحد رئيس خلى مصر حاجة تانية لما بدأ يشتغل على توطين الصناعة وتوطين التكنولوجيا وبدأ يجيب الشركات الكبيرة على مستوى العالم دي في مجال مش عارف التلفونات المحمولة وتكنولوجيا الاتصالات ودي في مجال مثلا للتلفزيونات ودي في مجال العربيات ودي في الى اخره مصر بتتحول لحاجة تانية مصر حاجة تانية وهي وقفة برغم الحصار الشديد اللي بيتعمل من وقت للتاني على تدفقات الاستثمار الاجنبي المباشر على مصر فقط لاننا لم نترك فلسطين مصر حاجة تانية. المترجم للقناة